اشتركوا في القناة وأكد تاريخيا أن هاشم رضي الله عنه وأرضاه الجد المقدس للنبي المعظم صلى الله عليه وآله انحصرت ذريته بولده عبد المطلب كما كنا أشرنا بالأمس وأن عبد المطلب وهو الجد الكريم الحامل المعظم صلى الله عليه وآله في يتمه في بداية أيامه قد انحصرت ذريته ابتداء بعبد الله وبأبي طالب وبالعباس وبالحارث وبالمخزي أبي لهب لعنه الله وأخزاه ثم فيما بعد انحصرت ذريته والله العالم بالعباس وذريته موجودون إلى الآن كما هو المعروف وكما يقولون وبأبي طالب وهو النسب الأقدس المشرف اللاحق به المجد من كل ثوب ومن كل صوب أما الحارث فقال بعضهم اتصلت ذريته وبعضهم قال انقطعت بعد حين وأما عبد الله فانحصار ذريته بالمقدس صلى الله عليه وآله العائد ذرية النبي إلى فاطمة صلى الله عليه المتصلة أخيرا بالنسب العلوي إذن ينحصر نسب عبد الله بعلي عليه الصلاة والسلام باعتبار انحصار فاطمة حفيدته الوحيدة صلى الله عليهم جميعا إذن أبو طالب نسبه قائم إلى الآن وهو المشار إليه بالبنان ومثله العباس أيضا كذلك أما الحارث فقالوا وقالوا وأما عبد الله فالانحصار واضح وأما أبو لهب فقال كثرة من المؤرخين إن نسبه قد انقطع ولم يبق له نسب منحدر ولا متصل على كل والعهدة على التاريخ في هذا أقول قال رحمه الله ويلحق بذلك مقصدان يعني يلحق بباب الخمس مقصدان بسهم الإمام مقصدان المقصد الأول في الأنفال الأنفال لغة هي عبارة عن الزائد أو عبارة عن الفاضل فما كان زائدا بفضل قيل نفل ونفل بتسكين الوسط وبالتحريك وهو الزائد من كل شيء وزاد بعض العرب بعض اللغويين قال الزائد من كل شيء فضلا ومنه تسمى الزائدات في الصلوات نافلة والصوم نافلة وأن الله عز وجل وهب للنبي المعظم إبراهيم عليه وعلى نبينا وآلهما السلام وهب له إسماعيل استجابة لطلب ثم وهب له نافلة إصحاق ويعقوب ووهبنا له إصحاق ويعقوب نافلة يعني زائدة إذن ما كان زائدا على المطلب بالفضل يسمى نفلا ويسمى نفلا والظاهر أن النفل هو الإسم لها والنفل هو الذات أو الفرد إذن يقال نفل ويقال نفل وجمعها الأنفال ومصطلح فقهي ورد به الكتاب العزيز وتكاثرت به السنة الشريفة فما المراد من الأنفال بالمصطلح الفقهي قل هي الزائدة الزائدة من ماذا يا أخي الزائدة بالإحاظ ماذا حتى تكون نفلا وتكون نافلة إذن هي زيادات الله تعالى لوليه زيادات الله تعالى لنبيه بعد أن خصه بالخمس زاد له على الخمس نافلة شو هي هذه النافلة؟ هي خمسة أشياء عند المصنف وستة عند سواه أعيد خص الله عز وجل وليه نبياً كان أو إماماً بالخمس وهو سهمه يتصرف به صلى الله عليهم جميعاً بما أوحى الله تعالى إلى نبيه فمن بعد الخمس قد نفل الله زاد الله زيادة خير على النبي بعض الأشياء الأخرى فوق حقه فوق حظه فوق سهمه ما هو هذا الزائد هو النافلة المعطاة إليه ما هو هذا النافل المعطاة إليه ينحصر في خمسة أشياء عند المصنف وفي ستة عند سواه واعلم أن الحصر هنا استقرائي شو يعني حصر استقرائي؟ يعني تتبعنا وإلا لو تركنا وأنفسنا لقولنا كما قال محمد بن أبي عمير أو كما قال هشام الحكم أو كما قال الأصحاب الكرام يرحمهم الله الكون للإمام فلا ينحصر حقه بحظ لكن الاستقراء الروائي يعني ما كان من تفصيل الشريعة للمسلمين وللهاشميين وللإمام عليه الصلاة والسلام قد بيّنته الروايات بيّنت الروايات أن ما زاد على حظه صلى الله عليه أو على حظه عليه السلام أصلي بالحظ يعني السهم ما زاد عن سهمه صلى الله عليه يعتبر نفلا يعتبر عطاء له بالخصوص نعم لكنه عطاء زائد وين استقرأناه وجدناه وين وجدناه قال رحمه الله في الأنفال وهي ما يستحقه الإمام ليش الإمام يعني ما يستحقه الإمام المنصوب من قبل الله تعالى بنص النبي صلى الله عليه وآله جيد إلا هي للإمام يعني للنبي ما يستحقه الإمام من الأموال والأموال أعم من المنقول وسواه قال على جهة الخصوص شو يعني على جهة الخصوص يعني هذا عطاء الله زيادة ونفلا له بالخصوص لا يشمل المسلمين الزكاة فيها سهم لله ويتصرف به رسوله ووليه لكن فيها أسهم للمسلمين والخمس كذلك إذن عدة من التشريعات المالية كانت للإمام وللمسلمين أما هذا فهو نفل خاص بالإمام عليه السلام زائد عن الحق الشرعي اللي اسمه الخمس لأن الخمس يشاركه به آخرون وهم بنو هاشم يشاركون الإمام عليه السلام في نصف الخمس جميل أما هذا فهو زائد عن حقه الخاص عن حقه العام في حقه الخاص قال على جهة الخصوص لا يشاركه به غيره كما كان للنبي يعني هذه الأنفال كما كانت للنبي فهي للإمام خاص بنص النبي صلى الله عليه وآله وهي خمسة سأذكرها تباعا غيره زاد فيها المعادن اعتبر أن المعادن من الأنفال كما ذكرنا سابقا في بعضها خمس والباقي من الأنفال أما عند المصنف رحمه الله لا المعادن فيها خمس يعني فيها للإمام ولله هاشميين ليس خاصا للإمام عليه السلام إذن تعبير الآخرين أن الأنفال مثل الأراضي الموات وغيرها وبطون الأودية ورؤوس الجبال التي ستكون من الأنفال فالمعادن مثلها الشيخ المحقق قدس الله سره قال تنحصر بحسب تتبع الروايات عندنا والشريعة في خمسة وهي خمسة أولها أو أولاها الأرض التي تملك من غير قتال وهذا المعروف عندنا بالمصطرح الفقهي ما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب طيب تم الصلح بين النبي صلى الله عليه وآله وبين قوم على أرضهم فسلموه أرضهم إما وهم فيها آمنون إما بعد أن انجلوا عنها والحالان واحد تصير مملكاتهم أنفالا لا تعود لباقي المسلمين واضح؟ إذن صالح قوم النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام على أرضهم على بيوتهم على دورهم على عقاراتهم صالحوه إما صالحوه على أن يتركوها له أو صالحوه على أن تسلم إليه وهم فيها آمنون وكلاهما أنفال إس لما أني عمقول هيدي للنبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام حصرا صحيح لكن هذا في زمن حضور أما في زمن الغيبة يتصرف بها المؤمنون بإذن عام من صاحب الحق عليه الصلاة والسلام يأتي بيانه لاحقا إن شاء الله جميل قال الأرض التي تملك من غير قتال بصلح برحيل بأي طريقة من غير خيل ولا سيف من غير قتال سواء انجلى أهلها يعني فروا وتركت الأرض كرها عنهم أو طوعا سلموها طائعين وكلمة سلموها طائعين قد توحي بأنهم فيها آمنون أو توحي بأنهم أو أصد يفهم منها أنهم خارجون إذن انجلى عنها في مقابل سلموها فشو بصير انجلى تركوها وسلموها وهم فيها آمنون بصير المقابلة هكذا وإلى اتنانيتهم بالصلح واضح يا أخي نعيم إذن كل أرض كل مدينة كل بلد أهلها يسلموها يسلمونها للمعصوم حتى لا يتحارب معهم فتكون نفلا فتكون الأنفال فهي للمعصوم عليه السلام بعد والأراضون الموات الأراضون الموات يعني الأراضي جمع أرض الموات وإن فرق فيها بالمفهوم مفهوم الموات عدة إنه أرض موات شو هي أرض موات لم يسبق لها عمران منذ أن أقر الله قاراتها ولا لا أصلاً كانت مائية وجف بحرها فصارت ترابية يابسة ولم تسبق بعمران أو أنها كانت عامرة واكتضت غاباتها سكنها وحوش فهرب أهلها فخربت أو اعتراها كوارث طبيعية وسيول وبراكين بالمفاهيم مختلفة إنه أرض خراب أرض موات بالأصل ولا أرض موات بالعارض أرض سبق لها عمران وأرض لم يسبق لها عمران بالمفاهيم مختلفة لكن آخر شيء بالحكم واحدة المصنف رحمه الله أشار إليها عموماً بالأول اختلاف مفاهيمها قال والأرضون الموات هذه شو هي أنفال من الأنفال شو هي الأرضون الموات الأرضون طبعاً جمع ملحق بالوا والنون مفرده أرض سواء ملكت ثم باد أهلها إذا قد يكون قوم ساكنون ساكنين في بلاد فزلزل الله عز وجل عاليها أو رد عاليها على سافيلها ومدر شعيم البعض في بعض المدن فلم يبق لهم مبشر فلم يبق منهم مبشر تهى فعادت خراباً سبقت بعمران وباد أهلها أو لم يجري عليها ملك أصلاً كالمفاوز الصحاري الكبار جداً حلو التسمي باسم الضد العرب يسموها يسمونها مفازة وهي مهلكة هي من دخلها كان من الهالكين بس حتى يستبشروا فيسمونها بأزماء الضد بالأغداد ها؟ أي إيجابيين نعم نعم هم إيجابيون نعم صحيح فالمفازة لا والله يمكن لأنهم خائفون فإذا بدون يسموها بإسمها لا يدخلون إليها وهم يعيشون فيها حولها ها؟ كمين كمين هم نفس الشيء فإذا شعب إيجابي نعم فأسموها بالمفازة وهي وربك المهلكة جميل والسيف البحار أو سيف البحار السيف وسيف مذكورة في بعض معاجم اللغويين المقصود بها الشطان والسواحل وإن كسرت السين كنت جامعا لها يعني مفردها سيف سيف ينبغي أن تجمع على أسياف ومفردها سيف سيف البحر ساحله شاطئه هذا يسمى سيف البحر لأنه عادة يتخذوا شكلا شبه انحنائي شبه دائري وانحنائي كالسيف إذن السيف مفرده جمعه أسياف لكن في البحار جمع على سيف أو سياف ومفرده سيف والمراد به سواحل وشطان البحار قال وسيف البحار أو سيف البحار وبعد ورؤوس الجبال المقصود بها ما لا يسكن يعني هذه لا تسكن وهذه من الأماكن التي لا تملك من قبل أحد إنما تكون حدودا أو قمما وما يكون بها ليش ما يكون بها لأن مظنة هذه الأم وهذه الأماكن مظنة المعادن ومظنة الكنوز كآبار النفط وما يعادله الآن من الذهب الأسود والغاز وأمثاله فهذه تكون في أماكنها المعروفة بطون الأودية غير المسكونة رؤوس الجبال سفوحها شطان البحار والأنهار وهكذا وكذا بطون الأودية والآجام كل هذه سميها أنت ما تشاء لكن حكمها العام شوه غير مسكونة غير مسكونة لا تسكن بهذا المعنى إن جمعت بالحكم مع الموات جمعت مع الموات يعني كيف الموات التي لم تملك أو ملكت وباد أهلها وشو دخلها بسياف البحار وبطون الأودية والحكم جمعها شو الحكم غير مسكونة لا تسكن فإذا كانت كذلك فهي ملك للإمام ظاهرها وباطنها ظاهرها وباطنها هي من الأنفال قال والمفازة عفوا وكذا بطول الأودية والآجام الآجام هي المكتظات بالأشجار والملتفات بالعروق وغيرها تسمى أجمه أجمه ويصعب السكنة فيها لا تسكن الأفصح فيها المد يقول الآجام يقول الآجام يكثر وجوده مثل هذا ويكثر وجوده مثل هذا في أماكن منخفضة كغابات القصب وما يعادلها قال وإذا فتحت دار الحرب طيب تفصيل دارت حرب وأخذت أرض من غير صلح هذا قصيم للمورد الأول المورد الأول لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب تاني شو صار لا فتحت أرض أخذت من قبل المسلمين فلها تقسيم وللمقاتلين فيها تقسيم وأحكام لكن يختص الله عز وجل نبيه ووليه بالصفايا شو أن الصفايا إن عبارة عن مملوكات الملوك في تلك البلاد الخاصة لا يأخذها عامة المقاتلين وعامة المسلمين الصفايا جمع صفية صفية يعني ما كان الملوك يصطفون أنفسهم بها من قصورهم الخاصة من بساتينهم الخاصة من مزارعهم الخاصة أو ما كانوا يقططعونها من الأراضي لأنفسهم تسمى قطائع مفردها قطيعة ومنه المستبد المالك من الحكام على أراضي الناس يسمى اقطاعي اقطاعي اقططع من أرض الناس لمصلحته شريطة محترم من اخواننا غير المسلمين وهذا له عهده وله ذمته فماله محترم او من اخواننا المسلمين اذا كان الملك في تلك البلاد قد غصبها واخذ هذه القصور والصفايا والقطائع الارضية غصبا من مسلمين او من معاهد وكلاهما محترم المال فهذه لا تكون من الأنفال بل ترد إلى أهلها جميل قال فما كان لسلطانهم لحاكمهم مع قطائع وصفايا قطائع الارض وصفايا الملوك حتى لو كانت غرفة قصور وغيرها فهي للإمام طبعا البعض من الفقهاء فسر هذا المقطع الشريف بما لا ينقل بما لا ينقل يعني من صفايا وقطائع اذا قطائع فهمنا هي قطعات الارض لا تنقل بس الصفايا ممكن تنقل جيد قال هنا المراد بها ما كان من صفاياه غير المنقولة من ماله غير المنقول طبعا إلى تفصيل آخر فهي للإمام إذا لم تكن مرصوبة من مسلم أو معاهد المعاهد هم الإخوة والنظراء غير المسلمين الذين يعيشون في عهدنا في عهد المسلمين فيعاهدونهم وكذا له طيب خلصنا يقول عليه الرحمة والرضوان وكذا يحق للإمام عليه السلام أن يصطفي من غنائم المسلمين قبل التقسيم ثم يشاركهم في سهمه ولو تذكرون أتينا على تفصيلها فيما مضى قلنا نحن قصمنا الخمسة إلى ستة أصناف وبعض العلماء قصمها إلى خمسة ليش قصمها إلى خمسة قلنا كان النبي صلى الله عليه وآله يأخذ الصفايا من المال المنقول ثم يقسم المال على خمسة أصناف فيأخذ صنفا يعني تقسيم الخمس يصبح على خمسة أصناف مش على ستة المصنف الكريم وسواه قالوا لا هذا عمل والعمل مجمل فلا يدرى أنه على نحو الوجوب والتشريع الآية واضحة في التفصيل في التفصيل السداسي انتهى الآن يقول رحمه الله ومن الأنفال ما يأخذه النبي صلى الله عليه وآله من صفايا الغنائم قال وكذا له أن يصطفي من الغنيمة هذا قبل التقسيم الخمسي ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف حلو هذا ما لم يجحف يعني هذا قيد لازم يكون على أد الدين كله عمين حكى عن النبي أو عمين حكى عن الإمام والمقصود به الإمام الأصل عليه السلام فقال ما لم يضر بالمسلمين يعني ما لم يضر ما لم يجحف أنه ما لم يكن قد أخذه استبدادا يعني ما لم يأخذه استبدادا ويضر بالمحتاجين أو بالمسلمين أو بأصناف بأصحاب الحقوق الأخرى كل هذا لا يتأتى حتى في الحاكم الشرعي إذا كان المراد به الإمام اللغوي الإمام الأعام حتى في الحاكم الشرعي إنه ما لم يجحف لأنه يخله بالعدالة عندئذ وبالتالي خرج عن تنصيبه أصلا إذن هذا القيد ما كان ينبغي أن يكون على الإطلاق ومع هذا يمكن يكون من باب التوصيف ليس من باب التوظيف لأن المحقق رحمه الله وسواه من الأعلام أكثر أدبا من أن يظن فيهم هذا المعنى إذن قصدهم بلا شك ولا ريب أو غير ذلك ما لم يجحف يعني ما لم يجحف المال يعني ما لم يكن المال قليلا بالتالي هذا من باب الوظيفة أو من باب التوصيف لا يوظف الإمام وما يغنمه المقاتلون طيب القسم الأخير من الأنفال شو هو؟ إذا قام المسلمون بحرب بدون إذن الإمام في حياته في حضوره أخذوا غنيمة من قوم بدون إذنه فالغنائم له من الأنفال ليست لهم إذن وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له وهذا أعم وأشمل من أن تكون الحرب بغير إذنه أو أن تكون الحرب بإذنه مع منعه لهم من الاستيلاء مع منعه لهم يعني المقاتلين من الاستيلاء أو مع تقييده وضوابطه لهم بأن يلتزموا بكيت بكيت وكيت من الشروط فخالفوها وأخذوا ما لم يؤذن لهم أيضا يكون من الأنفال واضح إن شاء الله؟ شيد وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له عليه السلام هذا حكم الأنفال في زمن الحضور هذا حكمه في زمن الغيبة قد أباح المعصومون عليه السلام أنفالهم للمؤمنين أباحوه فاختلفت كلمة الفقهاء على مستوى التملك من قبلنا والله على مستوى جواز التصرف رأي معروف مشهور على التملك ملكوه للشيعة ملكوه للمؤمنين ملكوه للمسلمين مش أباحو لهم التصرف أباحو لهم التصرف أعام من أن يكون بقيد فقط يعني ملك عفوا إذن في التصرف فقط أو لا إذن في التصرف مع ملك العقار نفسه قال الثاني يعني المقصر الثاني في كيفية التصرف في مستحقه وفيه مسائل إس في مستحقه من الأنفال ولا في مستحقه من الخمس قال لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه إذن الكلام وين في زمن الحضور في زمن الحضور هذا الأنفال هذه الأنفال له ملك نفّله الله عز وجل بها طيب سهمه الشريف ماذا نفعل به قال في زمنه هو له في غيبته يأتي بيانه لكن الأنفال اللي هي له أصلا عليه الصلاة والسلام لم يشاركه بها أحد ماذا نفعل ما حكمه قال لا يجوز التصرف في ذلك طبعا عندي لفتة نظر يا أحباب عندما قلت وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له أنا عممت وقلت أن تكون المعركة أصلا بغير إذن أو أن يكون الإمام لم يأذن لهم في الاستيلاء أو يكون الإمام قد حدد لهم وقيد لهم فزاوزوها فتجاوزوها أقول في هذا ليعلم سماحة الإسلام عند القاصرين في فهمهم له إن الإسلام ليس غنيميا وليس سلبيا ولم يقم على الحروب ولم يهدف إلى الفتوح ولم تقوى شوكته بالمغانم قويت شوكته في مال الخلص أما في مكة فطوى النبي والمسلمون جوعا سنوات سنوات فلم ينهبوا ولم يغيروا ولم يسرقوا بل سرقت أموالهم ونهبت أموالهم وقوطعوا من قبل مواطني مكة عموما بل من قبل العرب عموما قاطعوهم وحصروهم مدة ثلاثة عشر عاما وفنيت أموالهم وهي أموال شريفة وهي أموال شريفة من السيدة الشريفة من خديجة رضي الله عنها وأرضاها وحشرنا الله معها بزمن الإسلام المكي كان الإسلام يطوي جوعا ولم تمد اليد إلى نهب ولا إلى سلب في الزمن المدني كان الحفاظ على أموال الآخرين أكثر وأوضح ومن أراد أن يتتبع محمدا القرآني أو محمدا الإمامي فهذه رواياتنا تذكر صفاته صلى الله عليه وآله وهذا القرآن دعك عن محمد في الصحاح فإنه صلى الله عليه وآله قد تجاوز القوم قدره قد تجاوزوا قدره وأنزلوه عن قدره صلى الله عليه وآله بل حتى من شاء التمحص والفحص في كثير من الفتوحات وما أتي به من غنائم لعرفت ما ذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فيها وعنها بل نحن في شك من كثير منها وعنوانها ما يذكره المؤرخون من إخواننا أبناء السنة عن أن بعض البلاد التي فتحت في زمن الحاكم الثالث مثلا عثمان كبعض بلاد أفريقيا كانت إشغالا للجيش الإسلامي بالفتوح حتى يغض النظر عنه عندما ثار المسلمون على عثمان وقتلوه بفتوى عريضة مستطيلة من أم المؤمنين عائشة هي المحرض الأول والمفت الأول بقتل عثمان ابن عفا فقتله المسلمون بفتوى أمهم وأسالت الأم دماء أبنائها في كل في كل بقاع الأرض من الحجاز إلى العراق إذن أقول هذه أم المؤمنين أفتت بقتل ولدها عثمان وقتل عثمان من قبل المسلمين تقتله المسلمون قبل أن يهجم عليه المسلمون ابتدأ الثائرات الناس تثور عليه فأشار عليه بعض مستشاريه أشغلهم بالفتوح أخرج الجيش من بين الناس أخرج الجيش يعني كما يعبر اليوم أخرج الجيش إلى الثكنات إلى الثكنات أخرج الجيش من بين الناس وعوائلهم لأن الجيش إذا حصر في مكان ينقلب دائما الجيش إذا لم يكن له عقيدة بالحاكم ينقلب على الحاكمين دائما وإذا استقام للجيش قوام داخل البلد فإنه يتحرك سلبا فلما ابتدأت هذه الحركات ضد الحاكم الثالث عثمان أشير عليه بأشغلهم بالفتوح إذا الفتوح لم ترد لا الرب عز وجل ولا النبي إذن ما كانت لله ولا لرسوله إنما كانت إرضاءا للحاكم أو لتطبيق سياساته الشخصانية أشغلهم بالفتوح حتى يستلم العباد والبلاد على كل حال هنا من كان همه الغنيمة فإنها للإمام أنفالا فإنها للإمام أنفالا ولا يصح أخذها من قبل المقاتلين لأنهم لم يؤذن لهم من قبل الله ولا وليه إذن الحروب أداة إقرار حق وليست هوا سياسي وليست مطلبا حاكميا بل هي من البلاءات والابتلاءات بل عبر عنها في القرآن بأنها كره كره مكروهة مبغوضة إلا أن يقرها الله عز وجل ويبديها رسوله والمعصومون عليه الصلاة والسلام أقول هذا ما أردت الإضافة حوله أقول الثاني في كيفية تصرف في مستحقه ونعني بالمستحق هنا بالخصوص الأنفال لأن هذا هو المستحق أما الثاني من سهمه عليه الصلاة والسلام يسمى سهمه حيث شاركه به بن عمي لهاشميون الأولى نعم لا لا في مستحقه يعني في المال للمستحق من قبله ماذا نتصرف به في كيفية تصرف في مستحقه هو المال المستحق الذي يستحقه عليه الصلاة والسلام وفيه مسائل في كل ما يستحقه خلينا نشوف ما يستحقه من خاص ومن عام أما من خاص وهو الأنفال لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه طيب في حياته عليه السلام ولو تصرف متصرف كان غاصبا صحيح هذا ملك خاص أنفال ولو تصرف متصرف كان غاصبا طيب ولو تاجر به وحصل له فائدة كانت الإمام عليه السلام لتصرف في غير ماله فلا يجوز ولو تلف هو ضامن وبين التحركات فيه إثم لأنه تصرف في غير ماله يعني هذا إشعار آخر ترجمة للحكم الذي تقدم بأنه ملك خاص لا يشارك فيه المسلم مال خاص انتهى الثانية إذا قاطع الإمام عليه السلام على شيء من حقوقه حل له ما فضل عن القطيعة ووجب عليه الوفاء ما أسأل لطيفي هذه إذا قاطع الإمام على شيء من حقوقه فكتوراها إذا قاطع الإمام على شيء من حقوقه يعني شخص اتفق مع الإمام عليه السلام بس لا الأفضل غير هيك تقرأها بالرفع إذا قاطع الإمام على شيء من حقوقه يعني أقطع أحدا قطعة من حقوقه الخاصة حل له ما فضل عن القطيعة ووجب عليه الوفاء في المشروط ليش تذكر المسألة أصلا مسألة تذكر حتى يقال إن الإمام عليه السلام لا يجب عليه أن يبقي هذه القطائع على ملكه بل يجوز له أن يملكها لغيره فإذا يعطى من ماله أقطاعا وقطعا ويبقى له ما بقي الثالثة هذه لطيفة وهي عامة شاملة أيها الأحباب في الأنفال وفي الخمس من أرباح المكاسب وسواها قال رحمه الله ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة والنصوص فيها متظافرة متواترة ومنها إباحة المهور حتى تحل المواليد بحسب تعبير الإمام عليه السلام إننا نعلم بأن عددا من الشيعة أو بعض الشيعة لا يؤدون ما فرض الله لنا من أموالهم وإذا بالتالي ينمو فيهم الحرام فنحن أبحناه لهم هذا حقنا أبحناه منهم لنسائهم يعني هذا من باب تكريم المرأة عند آبائها الكرام عليهم السلام معصومون هم آباء الأمة فقالوا لأبنائهم الرجال كل ما تعطيه لزوجتك هو هبة مننا لها مسمحينك في التصرف ومسمحينها في أداء الخمس تصرفه آثم لأنه إن كان فيه الخمس فيجب عليه أن يدفع مشاهك يعتبر من النفقة يعتبر من النفقة إذا لم يثبت فيه الخمس سابقا يعني قبل مرور قبل استعماله جيد الهدف أن الإمام عليه السلام قال أنا أقبضه منك يا بني وإنت بريء الذم إذا ما كان تعلق فيه الخمس وأنا أنحله لبناتي يعني لبنات الطائفة إذا المقصود إن هذا الحق الإمامي إن هذا الحق الإلهي قد أباحه أصحابه للزوجات للنساء بعض الأعلام فصر إذا ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر اعتبر أن المباح هو عين المرأة بمعنى الإماء مثلا في زمن الغيبة فإنها إذا كانت بهدف الزواج فملك اليميني تشريع وبالتالي لا خمسة فيها على من أرادها زوجة المشهور والمعروف والرسائل العملية قد تكفلت ببيانه أن المناكح المقصود بها ما يتوقف عليه تحليل ما يتوقف عليه تحليل من الإمام عليه السلام في مال ثبت فيه الخمس ليش تعبر عنه بالمناكح حتى تطيب الموالد يعني عم يعطي الإمام عليه السلام الحكمة جيد والمساكن قال والمساكن والمتاجر في حال الغيبة طيب هذا الإباحة الأدل الإباحة عامة إباحة عامة يعني في البيوت في المتاجر هون اختلفت الفتوى وفيها اختلاف حتى بين المعاصرين أن ما يحتاجه الشيعة ما يحتاجه المؤمنون لأجل التستر باللباس أو التستر بالمأوى أو لأجل الزواج هل هو مباح بالعموم نعم استدل به بعض اعتمادا على رواية الجواد عليه الصلاة والسلام نعم قد أبحنا لشيعتنا ما يضطرون إليه ما لا يستغنون عنه ما احتاجوا إليه وفي بعض الروايات ليعلم الشاهد الغائب بأننا قد سامحنا وأبحنا هذا حقنا فنحن أنحلناه لهم نعم هو هذا فليعلم الشاهد الغائب جميل قال وإن كان طبعا مش نحن ندخل فيها أكثر لأنه اختلاف المراجع فيها بين وكل يرجع فيها إلى مرجعه المعروف هلأ الآن معروف على بعض التفاصيل أن المساكن إن كان بذل إنفاق الإعمار لها لا يتأتى في سنة فإنها غير معدل السكنة فيسمح بعدم أداء خمسها إلى تهيئتها على قول وقول آخر بأنها من المكاسب التي يجب تخميسها مطلقا وأما المهور فعلى ما في بالي أنه شبه اتفاق في فتوى المتأخرين ومقابله عوض الخلع أو الخلع التي يدفع للزوج فلا خمسة فيه والموارث إلى آخر هذه المذكورة فتراجع في الفتاوى وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه نعم وكله للإمام عليه السلام ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه يعني إذا كان هذا كله للإمام للأنفال أو كان من سهمه عليه الصلاة والسلام فهل يجب إعطاء الباقين حقوقهم يعني النص وإنتي بسمح بسهم الإمام قال لا الإمام أباح الخمسة لك بعبارة أوضح أنه هل يقال المهر لا خمسة فيه بس الخمس نصفان من نص للإمام من نص للهاشميين فإذا الإمام عليه السلام أباح لك النص أو أباح لها النص الذي هو له عليه السلام فليعطى الموجودون من الأصناف النصف الباقي قال لا هذا قود الهاشميين أمامنا هذا اختياركم أما وليكم عليه الصلاة والسلام فقد أباح الخمس يعني أعطى إذنا في الخمس المهري في خمس المهور وفي خمس الخلع وا 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 مش أنه يسامح في حقه على أن يعطى بن عمه حقوقهم لا فإنه الإمام عليه السلام بولايته بماله بذاته قد سامح الرابعة تأتي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وصلى الله على محمد ترجمة نانسي قنقر